هل اللي احنا بنقوله في الخبر ده دقيق؟ الحقيقة ده خبر دقيق وخبر سعيد لنا كلنا انه يبقى فيه شركة مصرية بتنتج دواء بمواصفات جديدة وعنده قدرة على تحسين مستويات السكر في المرضى الى جانب انه هو كمان بيقدر انه يحمي المرضى من مضاعفات مرض السكر وخاصة مشكلات القلب ومشكلات الكلا وكمان ده بيساعد على انه تخفيض ضغط الدم شوية وبيقلل الوزن عند مرضى السكر وخاصة السمان طب خليني افهم من حضرتك دواء ده مختلف عن انواع دواء المختلفة في مرضى السكر الحقيقة لغاية فترة قريبة خالص كان فكرة علاج مرضى السكر من النوع التاني ان احنا كنا بنفكر انه ده يا اما يكون نتيجة نقص في افراز الانسولين من البنكرياس او عدم استجابة الجسم المرضى للانسولين المفرز فعلا اللي هو بيسموه بري دايباتيك او يعني ما قبل مرض السكر ولا دي حاجة تانية لا القصد انه وسيلة العلاج كانت بتتناول فكرتين اساسيتين بس اللي هي نقص الانسولين او عدم استجابة جسم المرضى للانسولين لكن بدأت في العشرين سنة الاخيرة تبدأ تنتيج افكار جديدة للعلماء انهم يدوروا على وسائل تانية لعلاج مرضى السكر وخاصة من النوع التانية من ضمن الوسائل الحديثة هي فكرة انه السكر الزائد ينزل من عند المريض عن طريق الكلا مش عن طريق ان احنا نقلل وجوده في الدم باستخدام انسولين بنسب اكتر او ادوية تزود افراز الانسولين الفكرة دي في البداية كان يعني مستغربين هل ممكن فعلا نحصل على نتائج منها جيدة ولا لا لكن الابحاث الحديثة كلها اثبتت انه الفكرة عظيمة لانها قدرت بش بس انها تخلي نسب السكر في الدم المتوازنة وانما كمان تحمي القلب وتقلل مضاعفات مرض السكر وخاصة في الكلا وتقدر تدي كمان فوائد تانية زي تقليل الوزن ودي كانت مشكلة كبيرة لمرضى السكر بالذات من النوع التاني